عايزون نروح للأهلي بقى والزمال الكابتن أحمد شايف أداء نادي الأهلي الزاي في مؤخرا طبعا بشكل خاص والأداء في مجملا في الدولة بص نادي الأهلي النهاردة بمكسب النهاردة بينما مكسب الـ 12 بيكسب الـ 12 مبارا مكسب و4 بيحاول يلحق بـ بطولة صعبة جدا بالنسباله كان بيلعب فرقة كان فرق بينه وبينها مثلا حوالي 14 15 بنت دلوقتي بيقرب شوية بشوية بيرمز برضو ماشي بخطة سابتة كويسة جدا السنة دي مثلا من وجهة ناظري اللي كان بخلي بيرمز زي مشي كده بالأول كان مفيش ضغط عليه من نادي الأهلي ونادي الزمالك كان بيلعب الأول تحس انه كان بيلعب بطولة لوحده نادي الأهلي ونادي الزمالك كانوا مشغولين في بطولة أفريقيا لكن دلوقتي النادي الأهلي بيصدر له القلق بيصدر له ضغط عليه كل ما يقرب منه نادي الأهلي جمهيريا طبعا أقوى من بيرمز وهي دي اللي بتفوق شوية بيرمز لعبة بيرمز فنين عليهم جدا ورايبين جدا فنين من نادي الأهلي لكن نادي الأهلي عنده دوافع تانية خالص الجمهور وضغط الجمهور عليه ودوافع كتير جدا غير لعبة بيرمز لكن البطولة صعبة جدا أنا شايفها من البطولات الصعبة جدا السنة دي بيرمز مش عايز يفرط لكن لعبة النادي الأهلي جايين من بطولة وغدين بطولة أفريقيا بست برضو عندهم دوافع ان هما ياخدوا بطولة الدوري للمسلم التاني على التوالي جماهير الأهلي دايما ما بتشبعش من البطارات